أربعة أسرى مقدسيين دخلوا أعوامهم الاعتقالية السابعة منهم من ودع طفولته خلف قطبان الأسر كالطفل أحمد مناصر الذي ما زال العالم يتذكر مشهد التحقيق معها أمام محققي الشباك الإسرائيلي وهو يجيب ببراءة طفولية مش متذكر ومرح بكير والأسيرة إسرائيل جعبيس التي لم يكتفي الاحتلال بحرق جسدها إنما يحرق كل ثانية قلبها ببعدها عن طفلها الوحيد وحرمانها من العلاج للتخفيف عن آلامها والأسير بلال أبو غانم الذي يقضي حكما بالسجن مدى الحياة أكيد أنها مرات بشكل سيء لما يكون ابنه بسن أحمد في المعتقل ويكون ابنه بيكون حواليه دائماً في حالة قلق عليه ويكون بديه بيقدم له الأفضل لكن بعد انتزاع حريته وتقييده في المعتقل في هذا السن المبكر طبعاً مش راح يكون زيه زي أي طفل نشأ النشأة الطبيعية نشأ في ضغوطات كبيرة منها فترة الاعتقال لحظة الاعتقال منها التحقيق منها مكوسة في السجن لحد اليوم فهذه أكيد بتهكس عليه شغلات سلبية جداً على نفسيته وعلى تصرفاته بشكل عام إسراء بتعاني من عدة مشاكل صحية بحاجة لعدة عمليات حيوية وتجميلية إسراء بتتنفس ست سنوات عن طريق الفم وليس الأنف عندها مشاكل في النظر وفي السماع إسراء بتعاني من تقيحات في الجلد ومن بين الأسراء الذي ودعوا طفولتهم خلف القطبان مرح بكير التي اعتقلت في الثاني عشر من تشرين الأول عام 2015 مصابة باثنتين عشرة رصاصة أثناء مغادرتها مدرستها في حي الشيخ جراح ما زالت تعاني آثارها اليوم صارت بعمر الثاني والعشرين وتمكنت من إكمال دراستها العلمية وحصلت على شهادة الثانوية العامة وأضافت دوراً فاعلاً على صعيد إدارة الأمور الحياتية للأسيرات مرح اليوم بدخل السنة السابعة في السجون الإسرائيلية كان عمرها 16 سنة ونوص لما تم إطلاق النار عليها هي مروحة من المدرسة نصابت بـ 14 رصاصة هلأ تقريباً مرح وسط السرق قرأت تقريباً 400 كتاب فكل الزيارة لازم نكون حاملين كتب لما رح ما بزبط غير هيك والحمد لله رب العالمين بجهدها ومعرفتها لحقوق الأسيرات تم انتخاب هنا تصير ممثلة الأسيرات هلأ ما رح حصل لها سنة ونوص ويبقى اعتبار بالحركة الأسيرة للأسيرات أصغر ممثلة أسيرات بتكون يعني كبرة قبل أوانها كتير صح احنا من نبسط فيها كتير كتير بس نزعل إنه هي كبرة قبل أوانها ما رح كان لازم تكون السنة هذه سنة تخرج من الجامعة في سجون الاحتلال مآتوا الأسرى المقدسيين بأحكام جائرة ومعاناة مضاعفة لترهيب أهالي مدينة القدس ضمن ما يسمى احتلاليا معادلة الردع لأن المدينة كانت وما زالت شوكة في حلق الاحتلال ليالي عيد القدس شكرا